يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة عدد من مشاريع القوانين والقرارات الهمة وخلال الجلسة وافق المجلس على مشروع قانون في مجموعة مقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري على أن يؤجل أخذ الرأي نهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمواصلة مناقشة عدد من الموضوعات المدرقة على جدول أعماله وخلال الجلسة أكد رئيس المجلس ضرورة سرعة عقد اجتماعات هيئة مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشة ما ورد في بيان وزير التربية والتعليم أمام المجلس وردوده على طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من الأعضاء أود التأكيد على هيئة مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي بسرعة عقد اجتماعاتها لمناقشة ما ورد في بيان سيادة الوزير ومجاء في ردود سيادته على طلبات الإحاطة والأسئلة وذلك بحضور سيادة الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسادة المختصين من الوزارات المعنية لبحث كافة الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون في مجموعه مقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرية على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة بداية الطريق السليم للنهوض بالنقل النهري بعد ما تم إهماله العشرات السنين حتى فقط نهر النيل جدواه في النقل والسياحة وإحنا كلنا متفقين على توحيد الهيكل الإداري للهيئة عشان النزاعات التي كانت موجودة قبل سابقاً هذا قانون يعني هيزيل الكثير من المعوقات اللي كانت بتواجه كل ما هو يعني في هذا القطاع العريق طبعاً هذه التعديلات هتطوح تطوير هذا القطاع واستغلال الإمكانيات المتاحة من خلال التعديلات التشريعية اللي يتم إضافتها وخلال الجلسة أحال رئيس المجلس قراراً جمهورياً بشأن الموافقة على اتفاق بين مصر وبنك التصدير والاستيراد الكورية للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكر حديد الأكسر السد العالي إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وأعداد تقرير بشأنه وهكذا يواصل مجلس النواب مهامه وأداء دوره الرقابي والنيابي لصالح الدولة والمجتمع اشتركوا في القناة